سليلاك سليلاك نفسه سليلاك سليلاك هذا حق حق عبود وحق عيالي سليلاك زي حقنا كلنا حق الكل حق أطفال طعمه لذيذ ومليام غذاء ويشبع وأحبه من يوم صغير لا عجد ورغ تأكل فيه مننا أكلت سليلاك والذي زاد لي تعب أكلت أس كريم هذا عرفت لي يلحط بكيس يلف ايه وحركات ويحطوني يحطوني بفريزر بالضبط هذا اللي يلعب أخذت دالة ما صك خشني سلامات ما تشوف شر بشت متعلق بالأشياء القديمة هذي ايه يعني شف أبأقول لك أنا في وقت من الأوقات أتوقع يواحد فينا ايه كذا داخله طفل صغير موجود كذا ناشب من يوم أن ولدته موجود طفل تكبر يبقى داخل جالس كذا تلقى فجأة يستيقظ كذا يقوم من نوم اتيب طفل ذا ايه طفل يصير بثر يطلب طلبات غريبة يعني أبغى آيس كريم بس ما أبغى آيس كريم أبغى آيس كريم ذاك القديم اللي كنت أكل أبو مصر ذاك المثلث ايه ولا يجي يقول لك أبي سلي لك ايه عيب رح زب بنفسك توز أبي سلي لك ولا يجي تمسك معه يجي يقول لك يلا نتعشاء بكبكب وقت العاشر هذه عدنة فيها صدق ورع طفل طفل في الأكل احنا اش نسميه احنا بربسة بربسة ايه تبربس في الأكل شوفها هذا أنا قاعدات كبكب معي ما أقدر ما أقدر هذا بالطفل لداخلك ايه بالطفل لداخلك والله الطفل اللي في مخك انت الطفل ما هو اللي في داخلك ما لك حاجة والله الطفل حتى انت يا حبيبي اذكر لك مواقف عارف انك احنا احنا والله تسوي حاجات حق تصدق الطفال يعني شوف صرع شوف أنا فعلا فيني داخل شيء حس الطفل فعلا لكن ترى ممكن شئ واحد داخل الطفل يكون إيجابي أو شيء فرح لازم احيانا فيه أشياء جانب حزن جانب جر مجروح الطفل لنفسه يبغى يبكي يتذكر حنين يتذكر أشياء قديمة صحيح أنا مرة تمسك معي صدق على الطريق أنا كنت ساكن في حي في شرق الرياض صحيح قديم وان صغير وتربيت فيه وعشت فيه ترجي مسكات مرات ما تذكر متعب انت يمكن تسويها بأضحيان ترجي تطلع الصبح تأخذ تروح للبوفئية اللي تأخذها وانت صغير والله تصرت معي بعدين تروح تمر عند بيتك من القديم حتى لو ساكنين الناس تانيق تمر تطالع تتذكر تشوف زاوية المسجد تشوف الحارة تشوف كل التفاصيل هذه وتتأثر تعيش ترجع ذكرياتك القديمة تشوف الأشياء الحلوة الإيجابية ولا بد يمر بين الإيجابيات والفراح شي يحزن في ذا الطفل فسؤال أنا هنا بقرب كيف يشاركم معنا اليوم الجمهور شاركنا بالحالتين راح يشاركنا على هاشتاك برنامج طلع اثنين ولا اشتاك برنامج طلع بدون اثنين صح؟ من غير أرقام بدون أرقام برنامج طلع سيشاركنا و سيشاركنا أيضا في بث الانستجرام برضو هنا راح تكون أسئلة خاصة لضيفنا في بث أنا كيف أقلب الشاشة؟ فوق فوق شعر مفقت حرك الطفل اللي داخلي برضو راح نشارك حنا وياكم فسئلاتكم الموجودة هنا أم فاز ملي فاز لا مفاز صفر علموه معنا أسلم فشي اسمه؟ اللي يسأل يقول ليش انتوا بثين ايش السؤال غريب ذا؟ اسأل يا أخي عادي جاوب على السؤال لا تستحيخ شوف يا سرس لا تأخذ السؤال اللي يعجبك السؤال ما يعجبك ما تأخذ لا لا فيه سؤال هنا مرة شاطح ما يسأله؟ اسأله طيب عمو من قبل لا نسأله وش رائع قبل لا ندخل في جانب الأسئلة والجو هذا نروح نشوف نسأل جمهورها السؤال والروح جمهورنا الكريم متى يستيقظ الطفل الذي بداخلك؟ وش الشيء اللي تشوفه قدامك تذكر طفولتك وتبدأ تشطح فيه فاصل صغير ونرجعنا نتناقش أنا حبيب المنتج